كل عام وانتم بخير وكل عام وسنة سعيدة على الكل وان شاء الله يا رب السنة دي تكون جميلة على الكل وعيد سعيد عليكم والكعك ومرضى السكر ونعمل ايه يا جبتور ناكل الكعك ولا لا هو ليه شقين بصراحة طبعا كل الناس عارفة ان الكعك بيرفع السكر لانه معمول من الدقيق وطبعا مش معقولة هنعمل كعك من دقيق اللوز الغالي جدا ومفيش قدامنا غير الناس اللي بتعمل الكعك وطبعا لو ما كلتش الكعك الصبح طبعا نفسيا هتتعب والكرتزون هيعلى والحالة النفسية هتسوق فرجاء يعني اللي عايز ياكل الكعك اللي عيد اهلا بيه ياكل واحدة او اتنين يعني تلاتة بالكتير او بس تعتبر وجبة معلش يعني اسمعه كلامي تعتبر وجبة وتخلي بالك وتحلل سكرك وتزبط علاجك لكن ان انت اه تيجي اه تاكل وتزود وبعدين ايه بقى مش هتبقى كل وجبة يعني تتغدى وتاخد كعك العيد تفتر وتاخد كعك العيد تتعشى وتاكل كعك العيد هي مرة من نفسك تدق فيها علشان ما تحسش ان انت اتحرمت من حاجة وتشارك الناس فرحتهم ويا ريت ما يبقاش عليها السكر يبقى كعك السادة وتقدر ان انت تاخد كبات شاي سادة بدون سكر ويبقى الكعك صغير مش الكعكية الكبيرة يعني ما بفيش داعي للكرم الزيادة بالنسبة للكعك بتاع العيد كل سنة وانتو طيبين وما بفيش داعي بقى للحلويات يعني احنا برضو وخصوصا للناس اللي بتاخد انسلين يا جماعة احنا برضو يعني بنرجع ناكل الحاجة بنقول ندمنا فاحنا بنقولون زي زي منقول من نفسنا لكن يعني احنا مش عايزين برضو يعني العيد يمر عايزينه كده يمر بسلام مش عايزين احنا مسلا يحصل مشاكل وتروح مستشفى والامور دي لا الامور بسيطة خالص كعكاية مش هتبقى فيها مشكلة اتنين تلاتة بس دا اعتبر وجبة يعني اعتبر انت فطرت ما تفطرش بقى بعدها عيش وجبنة وشاي وقهوة وحاجات زي كده يعني اعتبرها وجبة وان شاء الله بازن الله الامور بتعدي واللي بياخد علاجه ياخده في معاده ويزبط علاجه ويشرب سوائل ويحاول لو انت اكلت كعك في العيد تحاول تتمشى شوية طبعا في حظر فممكن تتمشى في البيت شوية تتحرك شوية تبزي المجهود ما تاكلش بقى حاجة بعدها على طول وتستنى شوية وان شاء الله الامور بتتحس زبط علاجه كتولي اليوم العيد ايام كتيرة مفيش داقي تاكل في اليوم الاول كل حاجة لأ كل يوم كده تفطر بالكعك زي ما قلنا بس فترة العيد مش عايزين بقى ناخدها عادة ونرجع تاني للعادات اللي هي هتتعبنا والعادات اللي تكون سيئة نرجو ان انتو تنتبهوا للحاجات دي كده وتوعوا الناس طبعا فيه ناس يعني يفضل لو هيقدر ما ياخدش كعك العيد اللي هو سكره عالي قوي يعني ويريت لو هنحلل السكر قبل الكعك عشان لو عالي مفيش داقي للكعك العيد فكل سانوا طيبين وان شاء الله بإذن الله العيد سعيد عليكم كل عام وانتم بخير واشوفكم على خير دايما تحياتي لي ترجمة نانسي قنقر